نجم كلكم بتحبوه حتى وإن كان قليل ما بتشوفوه لكنه يتم تجهيزه عشان بإذن الله تشوفوه في أفضل صورة بإذن الله صالح جمعة زي ما وصفته المصر اليوم في حوار مهم معنا النهاردة إنه ما يصر القلعة الحمراء وبيفتح قلبه للمصر اليوم في حوار أجراته الزميلة ياسمين عبدالعزيز والزميل هشام حيسن كلام صالح في كذا نقطة لازم أن نقف عندها لأنه لو تفتكروا من أكثر من سانت صالح في البرامج كان مالك وكتابه من الموسم الماضي وكان المهانس عاد ليقوله آه بس لو تلتزم آه لو تركز أنت عندك قدرات مش طبعية صالح في هذا الحوار الحقيقة بيفتفت فتفضة صريحة بيقول أصرت في حق نفسي ونادم على ما فات الخطيب وضعني على الطريق الصحيح ورفضت الزمالك مرتين عبدالحفيز إعادة لها التوازن وحنفوز بالبطولة الأفريقية إن شاء الله وحب الجماهير دين في رقابتي لصارت مدرب أجنابي بنكها مصرية وحسام البدري أفضل ما انت عملت معه لكن المهم في النقاط اللي جاوب فيها صالح لو احنا كنا بنتكلم ده على لسانه كان ممكن الناس تعتقد إن احنا عايزين ننجحه وإن احنا عايزين نحميه شوية من كل الشائعات لكن لما يتتحطوا قدامه كتير من الإشاعات اللي ترددت عليه في الفترة اللي فاتت ويجاوب عليها للمصر اليوم فده مصدر محايد إجابة صالح جمعة فيه لها معنى سألوه إمتى هتشارك عشان تشوفوا فكرة إن لما الناس بتتكلم قبل كده قالك صالح يطلب الرحيل صالح عايز يمشي صالح اجتمع بلا سارت عشان يحدد مصيره صالح مدايق صالح زعلان كل الكلام ده انتو قارتوه طوال الفترة اللي فاتت في مختلف الصحف والمواقع جاوب عليها صالح مش لينا عشان ما تبقاش مجاملة مجروحة للمصر اليوم فسألوه إنت هتلعب إمتى قال لهم أنا جاهز وسليم 100% وبتدرب بمنتهى الجدية حتى أنني لم أحصل على راحة سلبية زي بقيت زميلي حرست على أن أواصل التأهيل خارج النادي من أجل الحفاظ على اللياق طيب هل تحدثت مع لسارتي عن عدم مشاركتك الكلام اللي اتكتب كتير قال صالح جمع اطلاقا لم يحدث هذا الأمر فهذه وجهة نظره الفنية وأنا مقتنع بها تماما لكن للعلم لسارتي هو من عقد معي جلسة من 10 تيام طالب خلالها أن أنا ما أخدش عنه انطباع بأنه مدرب ظالم بسبب عدم منح الفرصة في المباريات وبيقول صالح جمعة أنا شرحت له موقفي أنني لن أعترض أبدا على وجودي احتياطيا أو استبعادي من قائمة المباريات لكن هواصل التدريب بمنتهى الجدية طيب وإنت ما بتلعبش الأهل ما سجلكش في القائمة الأفريقية رد صالح جمعة عشان تشوفه إحنا بصدد حالة مستقرة جدا للاعب إمكانياته عالية قوي فقال بالنسبة للبطولة الأفريقية تأهل فريق بحجم النادي الآلي الطبيعي جدا فنحن معتدون على تخط تلك الأدوار لكن الصعوبة تأتي بداية من المباراة المقبلة في دور التمانية أتمنى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على المستوى الشخصي كيف ترى مستوى الأهل في الدوري؟ قال لهم بشهادة الجميع الأهلي هو أفضل فريق منذ بداية شهر يناير الماضي بعد التدعيمات والصفقات القوية التي أجرها مجلس الإدارة بالإضافة لعودة سيد عبد الحفيز مرة أخرى في منصر مدير الكرة كلها أمور أعادة التوازن قالوا له طب بمناسبة الصفقات ودي النقطة اللي أنا هقف عليها إنصافا للمهندس عدلي لما ناله من لوم على السوشيال ميديا كتير في جزئية اللي هيجاوب عليها صالح جمعة بيسألوا في المصر اليوم بمناسبة الصفقات ما هي الصفقة الأفضل للفريق الأهل السنة قال لهم في الحياة جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على مستوى جيد ولديهم بصمات واضحة مع الفريق ولكن من وجهة نظري الصفقة الأهم هي عودة المصابين مرة أخرى لأنها أضافت ثقلا وقوة كبيرة للمارد الأحمر لما المهندس عدلي قال هنا لما حيرجع جونيور أجيه ولما حيرجع علي معلول ولما حيجه الصالح جمعة وكان وليد أزاره دول هيكونوا أفضل صفقة وأقوى صفقة دعم صفوف الأهل الشباب الصغير اللي معنا الصفقة عنده أنه لعب جديد يجي الناد الأهل مش إضافة نوعية تضاف إلى قوة الفريق الإضافة القوية دي ممكن تكون من لعب ناشئ تم اكتشافه وتصعيده فجأة زي ناصر ماهر أو زي بقية اللعابة الصعيدين اللي انضموا ما دول أفضل صفقة ممكن تدعم الفريق مش بالشرط إن أنا بيجيبه من برى النادي فالناس زعلت جدا لا ده كده يا بقى الأهل مش هجيب لعيبة ده كده المهندس عدلي بنيمنا ده كده عايز يقول ما فيش فلوسه مش هنجيب لعيبة وراحت المسألة في سكة كتيرة جدا أنا باش مهندس يعني شوف دائما لما تكون أنت بتتكلم بناء على صدق ورؤية ما تقلقش أنا يعني كان ينالني بعض اللوم التهكم حاجة يعني يعني كان مفروض ده هزعل كان ناس كتير يعني تعتزلي واتقولهم يا جماعة نميزعلان سبق حتيجي الأيام وحيشوفوا الناس دي حتضيف إيه للفريق الآن إنما انت بتشتغل على كل المحاورة أستاذ براهين بتقوق تعنشيين بالدعم في السنة الصغيرة بتدعم في الخبرات الكبيرة بتعالج النجوم اللي عندك ده الفريق ده الفريق النهاردة النادي الآلي ما تقعد ما انتشأل الآن من أي شيء بإذن الله وزايد المنافسة زايد إن كله بقى عارف إنه يعني عليه أن يحارب من أجل الفرصة فبيتحدى نفسه النهاردة لما تقرأ الكلام بتاع صالح جمعة ده لا يحكس إلا هذه الحقيقة صالح جمعة المراضي أنا بصدقه جد جدا بنويرجع وبإذن الله هتشوفوه لما تشوفوه هتلاقوا مفاجأة تسعدك وتسعده هتشوفوه شكل جديد ويبقى خدمنا صالح جمعة وخدمنا كرة مصرية قبل ما نخدم النادي الآخر صحية بمناسبة نواتش القمة سألوا صالح جمعة عن رأيه فيها قال هتكون مبره صعبة على الفريقين طبعا كلانا يريد أن يتوج باللقب المحلي يخدوا بالكو أخوه في المعسكر التاني هيتسقل عليه هقولكو إيه عنه إيه لأنه الاثنين عادين حتى في شاقة واحدة فقال صالح فريق الزمالك في الموسم الحالي يؤدي بمستوى متميز ويضم العديد من العناصر الجديدة أبرزها في رجاني السياسي وكهرباء ومحمود علاء وعبدالله جمعة لكنني أعرف جيدا معدن لعيب الأهلي وهي تظهر دائما في أوقات الشدة والأوقات الصعبة ولهذا فإنني على يقين أن روح الفنلة الحمرة ستحسم القمة لصالحنا إن شاء الله ده كلام صالح جمعة سألوه بمناسبة أخوك عبدالله إيه تقيمك لمستوها بقى قال لهم في الشك أنا مبسوط جدا من أدائه ومبسوط أنه بيقدم مستوى جيد مع الزمالك وللعلم بيقول صالح أنا بقيت مضطر لمشاهدة مباراة الزمالك بسبب عبدالله الذي يسكن معي في نفس الشاء ودائما ما أوجه له النصائح وكانت أخيرة بعدما لم يتم اختياره في صفوف المنتخب وطلبته بالصبر وأن الفرصة ستأتي له طالما يؤدي بمستوى جيد خصوصا وإنه لا يزال صغير السن قالوا له طب هل يتكلم معاك قبل ما يروح الزمالك قال لهم لا لكن أنا حاولت قبل انضمامه للزمالك اخناعه بتغيير مساره والانضمام للأهلي لكنه اختر اللعب للزمالك بسبب توفر الفرصة وأن مركزه في الفريق به نقص في عدد اللعبين وما لا يعرفه الكثيرون دي المهمة أن الزمالك فوضني من قبل مرتين الأولى بعد عودتي من الدور البرتغالي ورفضت وفضلت الانضمام للأهلي والتانية منذ أقل من موسمين تلقيت اتصالا من أحد المسؤولين البارزين في نادي الزمالك لكني رفضته أيضا بالرغم من أنني كنت لا أشارك مع الفريق في تلك الفترة مرت لسارتي ما سجلش صالح في القائمة الأفريقية والغاية دلوقتي ما حطهوش في الثمنتاشر لما المهندس عادلي قال أنا مبسوط من صالح ومصدقه كفاية إجابته على مدرب لا يشركه لما سئل عن لسارتي قال مدرب محترم ومحترف يدرك تماما الأهداف التي جاء من أجلها ويعرف كيمة النادي الأهلي الذي ينافس على التتويج بكافة البطولات التي يخد غمارها وعلى المستوى الاجتماعي فهو زكي ويعرف كيف يتعامل مع اللعبين ويتميز بروح الفكاهة باختصار هو مدرب أجنبي بنكهة مصرية لسارتي عنده حاجة ما عملاش حدا قبل كده معني إن يقعد مع اللعيبة اللي محتاجة دعم من غير ما تطلب يعني اللعيب ما بتطلبش إن يقعد معاه بيقعد يتبرع إن يقعد مع اللعب ويتكلمه في اللي هو حاسس إنه بشيكي منه دي بتعمل نوع من الرابط والحميمية بين المدرب جو الفرقة بقى أيوة فالراجل ده فعلا عايش عايش التدريب شوف الاتنين دول بالذات محل تقدير خاص عند صالح جمعة لإلى إنه لما سؤل في نهاية الحوار من المصر اليوم ماذا تود أن تقول في النهاية قال لهم أوجه شكر لجماهيري النادي الأهل العظيمة التي دوما ما تسندني وتقف بجانبي بالرغم من أنني خزلتهم في فترات طويلة وأحب أن أقول لهم حبكم ومسندتكم ديم في رقابتي وسأبذل كل جهدي من أجل إسعادهم كما أنني أود أن أوجه شكر لكابتن ساد عب حفيز مدير الكرة وأيضا لكابتن محمود الخطيب على ما فعلوه معي من أجل العودة إلى مستوية وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة تشهد تقلقي وأن أنا أكون على قدر المسئولية ويجب أن نوضح لهم جميعا أنني تعلمت من أخطاء الماضي ولن أعود لها بعدما أجلت متعة الحياة لحين اعتزال كرة القدم ده الكلام بقى أهم جملة ألا أنا بعد هذا الحديث ونعب لي أنا كنت بدأت أطمئنه وكنت بقول لك هذا الكلام بقول للصالح جمعة مبروك علينا صالح مبروك علينا صالح جمعة نهارا شوف يعني أنا مش مندافع بطبيعتي لكن عندما تكون لما تكون دي إجاباته ويلخصها بجملة أجلت متعة الحياة لحين انتهاء مشوار كرة القدم هو لا ينقصه إلا هذه الجملة بإذن الله صالح ربنا دي كل اللي أنت تستحقه كلاعب مميز في كرة القدم وتقدم للنادي الأهلي لعيب صفقة جديدة صفقة جديدة صالح جمعة صفقة جديدة من اليوم ممكن يلعب ممتش في القمة؟ ما عرفش ولا لما وراء ويخلص ما عرفش لما وراء ويخلص ببنية